ليه احمد حلمي واخد تقدير اكتر من هنيدي رغم ان هنيدي يكتسح اي حد كوميديا لان حلمي في مرحلة من المراحل كان قادر يوازن كويس جدا 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 ما بين افلام كوميديا بالضحك حقيقي بالضحك ما بين انها كانت بتمثل طموح عدد كبير جدا من الشباب في فئة عمرية معينة او في فئة عمرية وسعى نسبيا بالرحلات اللي هو كان بيعملها بشخصيات وسواء كانت رحلات على مستوى النجاح او على مستوى النجاح العملي او النجاح الرومانسي او النجاح العائلي او النجاح الانساني كان دايما الشخصية بتاعته دي بتدور على نفسها وبتلاقي نفسها وده كان بيلاقي بيلاقي صادة كويس جدا عند شريحة عريضة من الشباب ضيف لده ان القصص بتاعته كانت متماسكة وانه كان دايما بيحرص على انه يقدم رسالة سواء من خلال الفيلم او في نهاية الفيلم وده ما كانتش افضل العناصر بالنسبة لي اللي فده كله على عينيه وعلى رأسي ولكن نقطة الرسالة دي يمكن مش ممانع وجودها مش معارض وجودها ولكن ما كانتش في دماغي قوي هنا دي على الجانب الاخر بعد ما كان في البداية بيحاول يحرص على ده سواء في افلام زي سعي جيمد في الجامعة الامريكية او همام في امستردام او بيليا او الحاجات دي ابتدى يحاول يقدم في مصر نوعية كوميديا حادة جدا ولاذعة جدا وفيها مخطرة كبيرة جدا وهي فكرة الكوميديا اللي وعية تماما ان هي طالعة تعمل فرس وبس هي طالعة تعمل هزل وبس ما بتعملش اي حاجة تانية في الدنيا في حاجات منها نجحت جدا رغم انك لما تيجي تدور جوه الفيلم من قلبه كان فيه ايه ما كانش فيه حاجة امير البحار ده من جوه ده ما فيش حاجة يعني يعني نقعد تحكي امير البحار ده لحد لو جيت تقوله تعالى معلم عايزة فرجك على فيلم اللي هنيدي اسمه امير البحار هتحكي له قصة ولا هتقوله افهين تلاتة من اللي تقاله جوه الفيلم ده اللي انت حتبقى عايز تقوله له هو ده عنصر الجذب نتكلم ساعة لما كان بيعمل موضوع اليسر جلال بيعذبه في المعسكر وبتاع فكرة المناكفة اللي كان مع حماة والحاجات دي كلها ده دي قيمة الفيلم وش اجرام ده ينفع نحكي قصته انا اتحدى بني قدم يعرف يحكي قصة وش اجرام اصلا هي الموضوع كله عبارة عن كوميديا لازعة جدا فيها سكيتشات بنجري بسرعة علشان نقدمها وخلاص اللي حصل مع هنيدي للأسف انه بعد تلاتة اربع او خمس محاولات من الافلام اللي شبيهة بالمنظر ده زي ما تقول كده الافكار نشفت منه حتى الماتيريال اللي كان بيشتغل منها المواد الكوميديا اللي كان بيشتغل منها اصبحت مكررة جدا الافيه بتاع مخلف ساوسا ده ده اتعمل كتير قوي الافيه بتاع الرقصة بتاعت بيحط المنديلين هنا معرفش الدبكة ولا معرفش ايه هو بيعملها دي قرروا كتير جدا العملية بقت عملها تعيد وتزيد في نفسها بعد كده اللي حصل ان حلمي المعادلة دي ابتدت تتخرم منه لان اللي كان اللي بقى بيعمله اولا على مستوى الرحلة ما بقاش ممثل بشكل قوي للشباب خصوصا في افلامه الجديدة سواء على المستوى الرومانسي او على المستوى العملي او على المستوى رحلة العمر ازاي ما هو حاول يجدد في الفيلم الاخير اللي هو عمله الكوميديا ما بقيتش نفس المستوى الكوميديا تراجعت جدا وهو ما بقاش فاضل قدامنا غير الرسالة دي الحاجة اللي عملت تتريمي في وشنا بعد ما كانت قبل كده زي المخدة اللي دمها خفيفة اللي بتخبط في وشك بتقول يه 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 اللي ما بتهدفش لأي حاجة غير انها تضحك المشاهد اللي ممكن تكون لازعة قوي اللي ممكن تكون فوق الخيال لدرجة انها ما يفعش تدحكي زي فيلم عنطر اللي عمله والحاجات دي كلها مين فيهم حيعرف يلاقي طريق قريب؟ مين فيهم حيعرف يرجع لفورميلة نجحة او يغير جلده تماما لحاجة جديدة تلاقي صدع عند المشاهدين؟ يعني هما الاتنين لازم يكونوا عارفين بس ان العمر بيجري وان ما فيش ممثل في الدنيا مهما كان رصيده بيسمح بان هو يقعد يسحب منه للابد والدليل بتاعنا الاكبر والاعظم هو عاد الامام ان مسلسلات عاد الامام في السنين الاخيرة بصرف النظر انه غايب بقى له موسم ما بتلاقيش ناس كتير تتفرج عليها بتحب النوع ده من الافلام اللي هو نكت وخلاص جدا جدا يا عم اعملي فيلم نكت وخلاص بس خليه بيدحك فعلا لو تعرف تقوم فيلم على حيله اصلا مخاطر قوي اللي كانوا بيعملوا الكلام ده في فجر التاريخ يا جماعة كانوا ناس زي مونتي بايتن او الكوميديا التلفزيونية الانجليزية الحادة جدا او الافلام اللي طلعها من المدرسة بتاعت ساتردي نايت لايف بتاعت امريكا في افلام كتير طلعت من سكيتشات في اسنال افلام ما فيهاش اي معنى في الدنيا اتفرج على مجروبر مثلا اتفرج على الفيلم بتاع اندي سامبرج اول واحد عامله اللي ما طلع من اسنال وحاول يعمل فيلم بتاع الرجل شاكر اسمه ايه اللي كان بيعمل زي ايفل كانيفل والحاجات دي كلها دي افلام مخرتقة افلام ما فيهاش حاجة هبل ما تدحكيش ماينفعش تدحكي لانها ايمة اصلا على سكيتش كوميدي والهدف الاساسي بتاعها كان انها تقدم كوميديا في كوميديا في كوميديا افي 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 وخلاص لو قدرت تدحك الناس على عيني وعلى رأسي لو ملقتش يعني انت بتدي لنفسك فرصة انك لو على موضوع المقياس الريتنج اللي انا شخصيا بكراهو ده يتجيب لنفسك تمانية ونص ما سبعا او تسع من عشر اتجيب لنفسك صفر لان ما فيش حاجة في النص انت خليت الفيلم بتاعك يا باديو سوي يبا بيدحكي ما بيدحكش ماينفعش اقولك ما بيدحكش بس حلو في حاجة تانية انت بايدك قررت ان هو ما فيهوش حاجة تانية هو فيه دحكو بس افلام شيكو وهشام فاهمي كلها كده الحرب العالمية التالتة بقى قمة الهالس لا بس في قصة في سياق اكتشلي افلام السلاسي قريبة جدا من افلام احمد حلمي في الحتة دي بس هي متقسمها على ثلاثة فهو دايما بيقدم ثلاثة نمازك جوه الفيلم بتاعه الفيلم اللي كان قريب من كده الوحيد اللي هم اعملوه كان ورقة شفرة باية الافلام لا فيها رحلة الحرب العالمية التالتة الدادة ممكن احكيهولك هو اصلا مكتبس من فيلم اخر ومش بدماغهم بنات العام نفس الموضوع فيه قصة البومه فيه قصة كل الحاجات دي فيها قصة فيها السياق الكوميديا كانت نكحة القصة برضو شباب كتير لقوا نفسهم فيها بشكل او باخر ولو كانت على مستوى اهيف بكتير من اللي كان حلمي بيقدمه لما كان في عزه وكانوا بيصرفوا نظر تماما عن موضوع الرسالة ده فدي كانت بتعدل دي عشان كده افلامه مع بعض كانت نكحة بس رامس جلال بيعمل كده رامس جلال مشكلته ان افلامه اتواصمت بالبرسونا اللي هو كان بيقدمها في البرنامج بتاعه فاصلا محدش مش حاول محدش ناس كتير يا سيدي طبعا احنا جمهور بالهابل يعني ولكن انا على سبيل المثال عمري ما عزت اشوف افلامه في السينما وعمري ما في حد طلب مني اشوف افلامه في السينما واحد او اتنين عشرة خمستاشر بس مش بالكسافة اللي بتيجي على افلام تانية يعني فبناعنا عليه حسيت انا مش عايز اشوفها بين يوم وبين نفسي انا مش طيق اتفرج على رامس جلال تاني خلاص انا اتنفخت رامس والناس ما بتطلبهاش فاتفرج عليها ليه لان الناس الاغلبية او عدد كبير من الناس عندهم نفس الاحساس الفيلم الاخراني اللي دخلت شفته لقيته حلو جدا لانه على مستوى الرسالة كان سطل جدا ومرمهاش فوشك الكوميديا كانت نكحة الى ابعد الحدود والقصة اللي بنتفرج عليها في حدود كونه فيلم كوميدي هازلي كانت متمسك لو دي كل افلام رامز يبقى هو ازنب في حق نفسه بالبرنامج لو البرنامج ده كسبه فلوسه كسبه شهرة اكتر من اي فيلم في الدنيا يبقى هو حسب حزبته قرر هو عاوز يعمل اي من بدري محمود في ممثل مصري يعتمد على الكوميديا الحركية زي جيم كاري لا 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 بالطريقة المتفجرة اوي بالطريقة المبالغ فيها دي اقرب حد في الدنيا ممكن يكون عامل حاجة شبه كده كان سامير غانم وبرضو ما كانش عنده الامكانات البدنية المبالغ فيها شوية وكان بيعمل رأسات كان بيعمل حاجات كان بي اكسس رايز بطريقة كوميديا اي حد في الدنيا كان بيحاولي اكسس رايز زيه كان بتبقى دم ابوها يلتش لكن على سامير غانم كانت فظيعة وكانت عظيمة يعني ولكن الكوميديا بتاعت اللياقة البدنية المرتفعة جدا بتاعت جيم كاري على قدم انا فاكر لا والله ما لاقيش محمد صبحي مصرحية الجوكت صح محمد صبحي في مرحلة من المراحل كان عنده القدرة على انه يعمل تحديات بدنية مبالغ فيها جدا وكانت بتضحك يعني برضو كانت نجحة لحد كبير جدا الجوكر اتعمل فيها ده جدا البغبغان يا لهوي المهزوز انت حر كل دي افلام محمد صبحي فيها كان في عز اللي يقتل بدنية الى حد مال هماجي ما كانتش بعيدة قوي عن ده الى حد كبير التخريف وبعد كده السن بيحكم بقى وايا كان اللي هو عمله على مستوى المصرح ما اعتقدش ان هو عارف يلاقي له مثيل على مستوى السينما مفيش في السينما حاجات زي دي لمحمد صبحي هنا القاهرة بتاع محمد صبحي لا برضو على مستوى التحديات البدنية مش زي الحاجات بتاعة المصرح اتفرج على الجوكر يا رئيس محمد سعد بحسه اقرب حاجة لجيم كاري لا لا خالص خالص يعني احنا اتكلمنا على كم مسال لغاية دلوقتي اتكلمنا على ان من الاسماء اللي جات سرتها يعني في حتة الكوميديا الحركية اتكلمنا عن سمير غانم اتكلمنا عن محمد صبحي اتكلمنا عن جيم كاري جيم كاري ومحمد صبحي حقيقي لياقتهم كانت مرتفعة جدا وكانوا بيعملوا حاجات انت لو حاولت تعملها تأذي نفسك بكل تأكيد سمير غانم كان بيعمل حاجات شبيهة دي بس بطريقة السطل شوية بطريقة هادية شوية وبطريقة كلاسي سيكا صدق او لا تصدق حاجات ما فيهاش مبلغات اكتر من اللازم حركيا ممكن على مستوى الاكسسوار اه ولكن حركيا لا وكانت نكحة جدا اللي سعد كان بيعمله على المستوى الحركي ينفع يتقال عليه هستيري اكتر منه ليقي او بيستفيد من ليقته البدنية او فيه جزء من اجزاء الالجنس لان سمير غانم اللي كان بيعمله داوت كان فيه كلاس يا جماعة كان فيه كلاس وراح العالم بتاعنا دا حياتنا دي كان فيها كلاس وراح اتحدك تجيب اداء جاد لسمير غانم الرجل الذي عطص كتير جدا من المشاهد اللي فيه كان مشاهد جادة بالتحديد في الرجل الذي عطص سمير غانم ما كانش النقطة كان نعكاس النقطة الرجل الذي عطس ده اسم فيلم بجد وفيلم حلو جدا وفيلم مليان كوميديا بتضحك وفيه رسالة رائعة وفيه دراما رائعة ده الفيلم اللي اتظلم بسبب اسمه للأسف ما هي السمات الشخصية اللي تجعل من الممثل الكوميدي نجح برأيك؟ مفيش سمات معينة مفيش حاجة تقاهل لحد انه يبقى كوميدي برفورمر كويس احنا شفنا ممثلين كوميديين او مؤديين كوميديين صغيرين وكبار ورفاع وتخان وعندهم مليقة كبيرة ومش قادرين يتحركوا من مكانهم ومؤدبين وفالجر وكل حاجة في الدنيا عاوز تقول لي ايه الصفة الاساسية اللي بتخلي اي حد في الدنيا بيدحك او لأ من عدمه وهي مش الصفة الوحيدة ولكن الصفة الاساسية اللي انا اشخصين بتأملاتي تبين تقدي ايه هي مهمة؟ التوقيت حتة انك بتعرف السانية الصحة تعمل فيها ايه؟